وزير الأوقاف دكتور محمد جمعة قال أنه علاقة مصر والسودان بترسخها عوامل تاريخ وجغرافيا ودين ولغة ومصير مشترك في الكلمة اللي ألقاها وزير الأوقاف في لنسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي اللي عقد في الخرطوم بعنوان الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر أكد أن الوطن والحفاظ عليه واحد من أهم الواجبات الدينية وأنه العالم مش هحترم دينا إلا لما نكون متفوقين في أمور دنيان لأن دورنا هو عمارة الدنيا بالدين مش تخربها ولا تدمرها باسم الدين لأن الأديان كلها رحمة كانت كلمة متميزة لسيد وزير الأوقاف دكتور محمد مختار